السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي في هذه الحلقة الجديدة أرحب بكم فردا فردا وأهلا وسهلا بكم بداية طريقة للوقاية من القمل أعزائي كما نعلم بأن الوقاية من القمل أمر مهم جدا جدا ولكن كما نعلم بأننا يجب أن نتبع بعد الخطوات التي يجب علينا الممارس عليها لنتجنب هذا الأمر عليك أن استحمامه يوما بعد يوم بالماء الساخن والتركيز بشكل عام على وضع الصابون على الرأس وأفضل بعض أنواع الصابون أو الشامبوهات التي تكون خصيصا للتعقيم هناك العديد من الأنواع الأخرى التي من الممكن أن تجدوها في الصيدليات وتقوم جدا جدا بتنظيف فروة الرأس بشكل كبير جدا وأيضا نقوم بتعقيم وتنظيف أي مكان من الممكن أن يتواجد عليه بعض البكتيريا أو بعض الأمور هذه فحتى من الممكن أن يكون القمل لا يرى بالعين المجردة فيتكاثر في الرأس ونحن لا ندري وأيضا أنصحكم بوضع زيت الزيتون على الشعر باستمرار فذلك يساعد بشكل كبير